لماذا لا يمكن لحجر الملاكيت أن يكون شريكاً جيداً في الشطرنج؟ لأنه دائماً يقول أنا مشغول بالحفاظ على جماليتي في هذا الفيديو سنستكشف عالم حجر الملاكيت الحجر الكريم الذي يتميز بجماله الفريد وتاريخه العريق سنتعرف على مصادره وأماكن تواجده في جميع أنحاء العالم ونتعمق في تاريخه واستخداماته في الثقافات القديمة سنكتشف أيضاً الخصائص الفريدة لحجر الملاكيت بما في ذلك تركيبه الكيميائي وألوانه المتنوعة بالإضافة إلى تأثيراته العلاجية المحتملة والمزايا الروحية المرتبطة به انضموا إلينا لاستكشاف هذا العالم الرائع والمثير الملاكيت حجر كريم متميز الملاكيت هو نوع من أنواع الأحجار الكريمة المشهورة ويعود في تركيبه الكيميائي إلى كربونات النحاس المميئة وله نظام بلوري أحادي الميل ويمتاز بلونه الأخضر الداكن يعود مصدره الرئيسي إلى زائر وإفريقيا الغربية والجنوبية بالإضافة إلى تشيلي وروسيا الملاكيت هو نوع من أنواع المعادن الكريمة المعروفة بجمالها وتنوع ألوانها يتميز الملاكيت بظهوره الكريستالي الشفاف إلى شفاف جزئيا ويمتاز بتشكيله البلوري الهيكلي الذي يمنحه مظهرا فريدا يمكن أن يتنوع لون الملاكيت بين الأخضر الفاتح والأخضر الداكن وقد يحتوي على تدرجات من اللون الأزرق أو الأصفر يعد استخدام الملاكيت في صناعة المجوهرات شائعا جدا حيث يستخدم في تصميم الخواتم والقلادات والأقراط بالإضافة إلى جمالها الجذاب يتمتع الملاكيت بتاريخ الثقافين طويل حيث كان يعتقد في بعض الثقافات القديمة أنه يحمل قوى حماية وروحانية من الجدير بالذكر أن الملاكيت تستخدم أحيانا أيضا في مجالات الطب البديل حيث يعتبر بعض الناس أنها تحمل فوائد صحية تقاليد العلاج بالأحجار الكريمة تربط الملاكيت بالتوازن الروحي والجسدي ويعتبرها بعضهم مساعدة في تعزيز الطاقة الإيجابية والسلام الداخلي خصائص معدن الملاكيت يعود سبب لونه الأخضر الداكن إلى وجوده بالقرب من المناطق المجاورة للترسبات النحاسية حيث يدل وجوده في تلك المناطق إلى وجود خامات للنحاس مما يجعله يتواجد بشكل رئيس في المناطق التي يحدث بها تكأكسد لرواسب كبريتيد النحاس بالإضافة إلى انتشاره في الأحجار التي تترسب عن طريق المياه الجوفية أما بالنسبة لشكله فمن الممكن أن يكون على شكل بلورات إبريا أو ليفية ومن الممكن أن تكون على شكل تجمع إشعاعي وقد يتكون أحيانا على شكل طبقة خضراء موجودة على صخور الجوسان إضافة إلى حدوث تمعدا لكبريتيدات النحاس يمتاز معدن الملاكيت بأنه ثقيل الوزن متوسط الصلابة قابل للكسر له بريق زجاجي أو حريري ومن الممكن أن يكون بريقه قاتم جيد الإنفصام أما بالنسبة لمخدشي فيظهر باللون الأخضر وعند تعرضه للتسخين فإنه يتحول إلى اللون الأسود يتم صقل معدن الملاكيت على شكل بيضاوي الأمر الذي يجعله يظهر جماله وروعة بلوراته ويتم استخراجه من مناجم النحاس على شكل بلورات أحادية صغيرة الحجم ومن الممكن أن يكون على شكل كتل صغيرة تتكون من ألياف دقيقة وحسب تجمعات هذه الألياف يتباين لون الملاكيت ما بين الأخضر الفاتح أو الأخضر الداكن ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر